عمل الشركات النفطية في شبوة يتعرض لعراقيل أمنية كبيرة جراء الأعمال التخريبية بهذه الصيغة أصدرت الشركة اليمنية للاستثمارة النفطية الحكومية بلاغاً للحكومة وقيادة محافظة شبوة وذلك في أعقاب تفجير إنبوب النفط في منطقة لماطر لم يكشف عن هوية الفاعلين لكن الشركة قالت إن قوات النخبة منعت الفرق الهندسية من القيام بأعمال الإصلاح وهددت بإيقاف تصدير النفط في حال استمرت التفجيرات أو طالت الاعتداءات على العاملين في حقول النفط أو الفرق الفنية كان واضحاً تزامن هذه الاعتداءات مع تصعيد تشعل وطيرته قوى من خارج المحافظة وتحديداً المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً عبر أدوات عسكرية غير شرعية تمثلت بقوات النخبة الموالية له وما تجلى ذلك في المواجهات التي شهدها الأسبوع الماضي وانتهت إلى تهدئة بوساطة محلية لم تحسن بعد تعد محافظة شبوى حالياً المنتج الأول للنفط الخام في البلد ويفترض أن يعني ذلك أنها الرافد الأول لخزينة الدولة غير أن الأمر يكتنفه الكثير من الغموض خصوصاً مع إحكام أبو ظب سيطرتها على العديد من حقول النفط في المحافظة ليس ببعيد حادثة منع قوات النخبة الوزير النقل صالح الجبواني من الوصول إلى ميناء قناء والتي بررها مسؤولون نخبة بأن لديهم أوامر من القيادة الإماراتية بمنعه من الوصول إلى هناك تتزاحم الأطمع على حقول النفط كما يبدو وغموض يكتنف مصير إنتاج أكبر حقول النفط في اليمن وسطاً عدام للشفافية من قبل الحكومة وأجهزتها المعنية بالرغم من ظروف الحرب التي تمر بها البلد واحتياج الحكومة لتمويل أنشطتها